مشاكل عديدة تهدد استمرار عملية التعليم عن بعد في العراق في ظل تفشي فيروس كورونا واختلال العملية التعليمية برمتها بالتزامن مع عدم توفر ظروف إنجاحها من قبل الجهات الحكومية المعنية وتنقل مصادر صحفية عن أساتذة تبنوا تجربة التعليم الإلكتروني في عدد من المدارس قولهم إن نهج التعليم عن بعد غير واضح المعالم ولا يمكن استمراره بالطريقة الحالية التي وصفوها بالعشوائية مؤكدين أن كثيراً من المدرسين كما الطلاب لم يتفاعلوا مع التجربة وانسحب الكثير من الطلاب من مجموعات الدروس الإلكترونية بسبب الصعوبات الكبيرة وحداثة التجربة التي تفتقد إلى عدة عوامل أبرزها الكهرباء والإنترنت وتوفير الأموال الكافية مسؤولون في وزارة التربية بدورهم أقروا بوجود فوضى في برنامج التعليم الإلكتروني مع وجود صعوبات كبيرة لاستمراره أبرزها عدم إمكانية الوصول إلى جميع الطلاب من قبل الجهات التدريسية فيما عدت لجنة التربية النيابية في وقت سابق تحويل التعليم إلى إلكتروني بالكامل تدميرا للعملية التربوية متهمة جهات سياسية بالمساهمة في تعطيل دوام المدارس في عموم البلاد ولعل من أكثر المؤشرات على تدني مستوى التعليم في العراق هي الميزانية المخصصة لهذا القطاع وهو الأمر الذي لم تحرص عليه الحكومات المتعاقبة في العراق حيث خصصت في السنوات الماضية نسبة لا تتجاوز الستة بالمئة من مجموع أموال الموازنات ما يضع البلاد في مؤخرة الدول بالنسبة لجودة التعليم في شرق الأوسط وفقا لتقارير دولية ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن البنية التحتية للمدارس في حالة خراب ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد وباستثناء قضية التعليم عن بعد فإن آلاف المدارس في العراق أغلقت بعد تفشي جائحة كورونا ما ترك أكثر من عشرة ملايين طفل في أنحاء البلاد دون تعليم وفي الواقع فإن سنوات من غياب الاستثمار وانتشار الفساد الحكومي المالي والإداري حرم الأطفال من الحصول على تعليم جيد حيث يوجد نحو ثلاثة ملايين ومئتي ألف طفل في سن الدراسة خارج المدرسة فيما كان الوضع أسوأ في المحافظات المنكوبة مثل صلاح الدين وديالة ففيهما ما يزيد على تسعين بالمئة من الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي ما يضع مستقبل ملايين الأطفال المحرومين من التعليم على المحك ترجمة نانسي قنقر